أكد رئيس لجنة حقوق الإنسان النيابية أرشد الصالحي تأييده حق الانتقاد والتعبير عن الرأي في العراق ضمن حدود الدستور وفيما حذر من استغلال السلطة هذه الانتقادات للانتقام من المدون أو الناشط شدد على ضرورة تأسيس قاعدة جديدة للتعبير عن الرأي بشكل واضح بالنسبة لقانون حق الحصول على المعلومة بالدورة الماضية كان لجنة حقوق الإنسان مشارك فيها اليوم تم إبعاد لجنة حقوق الإنسان من المشاركة في هذا القانون يعني أنا اللي تفاجأت أنه باللجنة شفت القانون تم تضييقها فقط في رجلة الثقافة والإعلام لذلك أنا طلبت من السيد الرئيس المدرس النواب بمشاركة إعادة الشراك لجنة حقوق الإنسان في هذا القانون لأننا عملنا عدة ورشات عليه وأنا أعلم سبب الإبعاد سياسي لأن في كثير من الأحيان يرون أن رؤية لجنة حقوق الإنسان هي مع هذه القوانون التي قد تكون في بعض الأحيان مقيدة للحرية قد يكون هناك رؤية سياسية من بعض الأطراف بإبعاد لجنة حقوق الإنسان عند المشاركة في هذه القوانون فأنا أتمنى جرائم المعلوماتية التي اليوم حاليا أعتقد عدة لجنة مشتركة بها بها عقوبات قاسية جدا هذه العقوبات يجب أن تزال نحن اليوم في بلد ديمقراطي دعنا نخلي بغرامات دعنا نخلي بمحددات بسيطة لكن وجود القوانين العقابية هي ليست من مصلحة النظام الديمقراطي والفدرالي والبرلماني بالعراق